السلام عليكم ورحمة الله طابت لياليكم مشاهدين الكرام تحية لكم أينما كنتم أهلا وسهلا بكم على الهواء مباشرة في الحلقة الرابعة من برنامج رمضان اليمن هذا البرنامج الذي من خلاله نقدم لكم آخر الأحداث السياسية والميدانية وكذلك القضايا الاجتماعية التي تهم المواطن وخصوصا المواطن اليمني في شهر رمضان أهلا وسهلا بكم وأهلا بضيوفي هنا والزميل محمد الضبياني أهلا بكم مختار إلى رمضان الحدى رمضان الحدث هذه الفقرة التي نناقش ونواكب فيها الأحداث الميدانية ونستطلع آخر المستجدات ونلتقي بضيوف هنا في الستوديو وكذلك ضيوف عبر الهاتف ليشرحوا لنا ويحللوا لنا الواقع كما هو في البداية وكالمعتاد ماذا لديك محمد؟ نعم لدي فيما يخص استمرار انتصارات الجيش الوطني في حجة وصعدة لدي فيديو أولا الفيديو الأول يظهر توغل الجيش الوطني في عمق مواقع ومعاقل الميليشية الحوثية في صعدة والآخر فيديو يظهر كاسحة الغام تتقدم أبطال الجيش الوطني وهم يحررون جبل النار الذي هو الواقع ما بين حرض وميدي وبهذا يكون الجيش الوطني قد قطع الإمداد بين الميليشيا القادم من الملاحيظ من صعدة إلى حرض وهي في حجة نتابع المقطع سويا وهذا الحبوبة همت وهذا الحبوبة همت وهذا الحبوبة همت المترجم بالقناة أقوم بشكل صغير اشتر اشترا تحصل على الجيش الوطني اشترا حضور تقم الصلاة بيكت دروس القرآن على الدروس الأول إلى الدروس السابس من ثلاث كلمة القرآن أجل قيت بها الدرخالات وهذا الحبوب بهامن هذه أحدنا كان من داء الله يوم من الدهر لم تصنع أشيحاته شخص بحابة بأيدينا صنعناه يوم من أسعاد أيام ولحظة من أسعاد اللحظات أشيحاته شخص بحابة بأيدينا صنعناه ونتمنى أن نعيشها يوم التحرير الثلاثة سابرة لهذه ميليشيات الإقراضية شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً أقرأ استمرار الانتصارات الجيش الوطني في كل من حجة وصعدة وأستضيف لهذا مناقشة هذا الموضوع الأستاذ الصحفي علي قلي إعلامي وصحفي وناشط من أبناء صعدة أهلاً وسهلاً بك أستاذ علي أهلاً وسهلاً أحياكم الله سعيدين بك كثيراً اليوم تحية لك ولكل الأبطال في صعدة وفي كل عموم الجمهور أحفظكم الله تحية لكل المناظرين في كل مكان أهلاً شاهدت مقطع الفيديو أنت تعرف جبال صعدة جيداً تلك المناظر من الأماكن التي تم السيطرة عليها من قبل الجيش الوطني واستعادتها من أيدي الميليشيات بالنسبة للمقطع الأول بالنسبة للمقطع الثاني متعلق بحرض بالتحديد بالجهة حرض نعم المقطع الأول ظهر فيها بطال الجيش الوطني وهم يدخلون إلى الخنادق في جبال وعرة تعرف الجبال هذه من شكلها من جبال باقم فعلاً المنطقة هناك وعرة والحوثيون قد استغلوها منذ زمن بعيد لديهم فيها كهوف كما شاهدنا في الفيديو الكافة مليئ بالملازم التي يسمونها ملازم حسين الحوثي وأيضاً بعض الأسلحة والصواريخ الصغيرة كانوا يستخدمونها لضرب على الجيش الوطني والحمد لله شاهدنا في الفيديو الجيش الوطني دخل إلى هذه الكوف هذه المنطقة هي المقطع الثاني ربما أيضاً من نعم المقطع الثاني هو من جهة حرض من حرض نعم بعد الملاحيط وهي أيضاً منطقة قريبة من محافظة الصعدة تقوم العربات بدك الألغام تقريباً ويتاحة الفرصة لتقدم السيارات والجيش الوطني نعم والجيش الوطني وفعلاً أنت لاحظت ملاحظة جيدة وهي الألغام وجدنا أن السيارة هذه الكبيرة تمر من فوق الألغام حتى تمهد الطريق نعم وهذا هو سبب أن نقول تأخر الجيش في بعض الحالات إذن دعنا ندخل في موضوع عن استمرار انتصارات الجيش الوطني في كل من حجة وصعدة محمد ما مفردات هذا الموضوع؟ مفردات رمضان الحدث وموضوعنا عن استمرار انتصارات الجيش الوطني في حجة وصعدة المفردة الأولى المعارك الأخيرة التي دارت في حرض وحجة وتحرير جبل النار قطع الطريق الرابط بين صعدة ومديريتي حرض وميدي وانعكاساته السياسية والعسكرية المعارك الدائرة في صعدة والتقدم المستمر في جبهاته المختلفة في باقم وكتاف فتح جبهة أو استمرار القتال في جبهات متعددة ومختلفة من محافظة الصعدة لاستكمال دحر والميليشيا وتطهير هذه المحافظة الهامة نعم إذن نبدأ نقاشنا مع ضيفنا هنا فيما يتعلق ساذ علي بالمعارك الأخيرة التي دارت في حرض بحجة وتحرير جبل النار يعني تابعت أكيد هذه المعارك ونتائجها أهمية تحرير جبل النار وانعكاساته نعم أكيد أن الناس كثير من اليمنيين يتابعون هذه الأحداث بكل اهتمام طبعا المنطقة كلها مهمة كل الجمهورية اليمنية مهمة بالنسبة لنا لكن هذه المواقع الاستراتيجية التي ظهرت في المقطع الفيديو والتي حررها بطال الجيش الوطني اليوم وأمس مناطق مهمة جدا في اتجاه حرض والجيش الوطني الآن هو في طريقه إلى حرض يسيطر أو يحاصر حرض طبعا الميليشيات الحوثية انسحبت من عدة أماكن هربت لأنها لم تستطع المواجهة المشرفون هربوا من تلك المناطق تركوا بعض أفرادهم وعناصرهم في حرض وما حولها سيتلقون بالتأكيد هزيمة هناك المنطقة ساحلية نوعا ما الجو فيها حار إنما بطال الجيش الوطني ولله الحمد والفضل والمنى ما قصروا سيطروا على الطريق الرابط بين الملاحيط وحرض وهو طريق مهم كان يمدل المقاتلين الحوثيين بمقاتلين يأتون من جبال صعدة ينزلون عبر هذا الطريق الرسمي الإسفلتي إلى حرض بين الملاحيط وحرض لكن بطال الجيش الوطني قطعوا هذا الطريق الرابط وجدناهم في الفيديو وظهروا في ذلك المكان أيضا جبل النار بالقرب من نفس هذا الطريق هناك وادي يمر بجانب الطريق الإسفلتي وجبل النار محاذي له مباشرة وهذا يكون الخط الرابط ما بين صعدة ومنطقة حرض وحجة انقطعة ممن العام سيكون لذلك نعكاسات طيب صدعلي دعنا أولا نتابع هذا التقرير أيضا الذي أعده الزميل فاد فارس بما يتعلق بتسارع الانتصارات انتصارات الجيش الوطني في كل من حجة وصعدة قد ينتهي رمضان وعالم الجمهورية يرفرف في قمم مران فيكون لليمنيين عيدان هكذا يتداول اليمنيون عبارات التفاؤل وهم يستقبلون رمضان تفاؤل يستند لفاعلية الجيش الوطني المتقدم على أرض الواقع والهزعم الواقعة على رؤوس الميليشيا في أكثر من جبهة وموقع انتصارات أحكمت بموجبها قوات الجيش الوطني أمس سيطرتها على الخطر اسفلتي الرابط بين محافظتي حجة وصعدة عبر مديريتي حرض والملاحيظ فيما استكمل الجيش تطهير سلسلة جبال النار الواقعة بين حجة وصعدة والتي يبلغ طولها أكثر من 12 كيلومتر والمطل على مدينة ووادي حرض وعشرات اتباب التابعة للمديرية إضافة لتمكن الجيش الوطني من قطع خط إمداد الميليشيا من محافظة صعدة إلى محافظة حجة وفصل المحافظتين عن بعضهما فيما بشر قائد لواء القوات الخاصة العميد محمد الحجوري كافة اليمنيين باقتراب الإعلان عن تحرير مدينة حرض بشكل كامل بالتوازي مع تضييق الخناق على الكهف من الأطراف يستمر التواغل في عمق صعدة إذ رفعت قوات الجيش الوطني علم الجمهورية على المباني المحررة بمديرية كتاف بصعدة بعد أن لفتها الميليشيا بظلمات شعاراتها وظلم مشرفيها لسنوات طائرات التحالف في الجو تساند من جانبها تحركات الجيش الوطني على الأرض إذ شنت طائرات التحالف مع ساعات الصباح الأولى اليوم خمس غارات جوية على مواقع الميليشيا في مديرية باقم مستهدفة منصات صواريخ باليستية فيما كانت المقاتلات قد استهدفت أمس معسكر كهلان بضواحي مدينة صعدة وتجمعات للميليشيا في بلدة سحار وسط المحافظة تقترب صعدة وحجة إذن من لحظة الخلاص لحظة يعتبرها اليمنيون لحظة النصر المكتمل فالمحافظتان اللتان عاث فيهما الحوثيون طويلا لن تكون استعادتهما كغيرهما فاستعادة منطلق الميليشيا إسقاط مكتمل لوهم الانقلاب واستعادة مؤكدة لحقيقة الدولة إذن سيد علي كان هذا التقرير الذي أشار إلى نقطة فيها مهمة وهي بدء تحرك عجلات تحرير منطقة حرض بعد توقف ربما كان طويلا ما تفسيرك لهذا؟ صحيح بالنسبة لحرض هي منطقة مهمة جدا وهي منفذ بري أهم المنافذ البرية لليمن باتجاه المملكة العربية السعودية مدينة سياحية أيضا ومدينة مهمة جدا إذا دخلها الجيش الوطني سيكون حقق انتصار كبير على الميليشيات الحوثية ولهما بعده إن شاء الله ما هو الآن يبدو التفاف على المدينة نعم هو التفاف على المدينة قاطع للطريق بينها وبين صعدة التي تمدها بالمقاتلين في حالة سيطرة على حرض سيكون ميدي من الجهة الغربية لها قد تمت سيطرة عليها من قبل يكون الطريق مفتوح لاتجاه نحو عاهم ومثلة عاهم ومن ثم إلى الأمام إلى مناطق أخرى في محافظة حجة رأينا تحرك جبهة ميدي وتم تحرير ميدي والانطلاق الآن إلى ما بعد ميدي وكذلك تبدو على هذا الطريق حرض سائرة نعم حرض كانت تشكل عبع على المقاتلين القادمين من ميدي مقاتلي الجيش الوطني لأنها كما قلت لك تمد الميليشيات بمقاتلين والمقاتلين أيضا يأتون من صعدة إذن الملاحظ حرض ميدي ثلاث نقاط مهمة الحمد لله تمت السيطرة على ميدي من قبل الآن الجيش الوطني يطوق حرض وسيتم السيطرة عليها تماما بعد أن قطعوا الطريق بينها وبين الملاحظ نحن كالمعتاد لدينا تصويت فيما يخص موضوع الحلقة رمضان الحدث استمرار انتصارات الجيش الوطني في حجة وصعدة محمد ماذا لديك حول التصويت وضعنا تصويت على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحة القناة في الفيسبوك أيضا على صفحة القناة في التويتر التصويت الأول في الفيسبوك كان السؤال هو ما الأهمية التي تضيفها الانتصارات الجديدة التي أحرزها الجيش الوطني في صعدة وحجة ودحره للميليشي الحوثي في كل من باقم وكتاف وحرض والملحيض هل تعجل من نجاح عملية قطع رأس الأفعاء أم تؤكد ضعف الميليشي الحوثية صوت بالخيار الأول 59% بينما صوت في الخيار الثاني 41% والنتيجتان متقاربتان وهي تؤكد في هدف واحد وهو التخلص من هذه الميليشي أما في التويتر فقد وضعنا السؤال ذاته وهو ما الأهمية التي تضيفها الانتصارات الجديدة التي أحرزها الجيش الوطني في صعدة وحجة ودحره للميليشي الحوثية في كل من باقم وكتاف وحرب والملحيض في تويتر وضعنا ثلاثة خيارات الأول تعجل من عملية قطع رأس الأفعاء والثاني تؤكد انهيار ميليشي الحوثي والثالث كل ما سبق صوت بالخيار الأول 20% من متابعين وصوت في الخيار الثاني 23% وصوت بالخيار الثالث الذي يجمع الخيار الأول والثاني 57% أي أنه أن هذه العملية تؤكد على ضرورة قطع رأس الأفعاء ودحر الميليشيا وهي في حالة انهيار داعم هذا ما لدينا من تصويت في خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي في تويتر والفيسبوك وهي دعوة للمشاهدين والمتابعين بزيارة صفحاتنا في الفيسبوك وتويتر كل يوم ليجدوا موضوع عنها اليومي في رمضان اليمن وليشاركوا رمضان الحدث ليشاركوا بأرائهم إن كانت تصويتهم عبر هذه نعم شكرا لك محمد سيد علي ما يتعلق بالتصويت وكذلك النسبة المتفاوتة هل لديك تعليم نعم كلاء الخيارين الذي جاء في هذا التصويت يؤديها نفس الغرض التعجيل بقطع رأس الأفعاء لأنها في الأخير انتصارات وانهيار وضعف الميليشيا الحمد لله كلها جيدة التصويت متقارب فيها فعلا التعجيل بقطع رأس الأفعاء لأنه في محافظة صعدة صعدة التي تمد الحوثيين بالطاقة البشرية وتمدهم أيضا بالمسألة الفكرية لأنها انطلقت من صعدة نعم فالخيار الأول جيد انهيار الميليشيا أيضا شيء وارد مع قطع رأس الأفعاء فيكون هذا شيء متمن صعدة وحجة محافظتين حدوديتين متقاربتين جغرافيا ومتقاربتين حتى أيضا في العادات والتقاليد نعم حتى نختم موضوع حرض والانتصارات التي حدثت هناك لاحظنا كما أشرتنا سابقا إلى دوران العجلة في المنطقة العسكرية الخامسة وبالتحديد في ساحل ميدي وحرض الآن إلى ماذا تعجو ذلك نعم المنطقة ليست بسيطة صحيح أنها ساحلية في ميدي وفي المنطقة التهامية من حجة هي ساحلية وهي منطقة مكشوفة لا بد أن يكون هناك ترتيب للوضع أن يكون هناك تنسيق مشترك بين قوات الشرعية وبين قوات التحالف العربي الأمور ليست بسيطة الكثير من الناس يتوقع أن الأمور تأتي ببساطة وهو جالس مثلا في بيته طارح رجل على ريل يقول لماذا لما يتقدم الجيش الوطني طبعا المسألة فيها حروب فيها لاحظنا حجم الألغام نعم فيها ألغام فيها قناصة فيها كهوف فيها خنادق فيها أشياء كثيرة هناك جماجم تسقط شبكة ألغام مواسعة اكتشفها الجيش الوطني في ميدي بعد تحريره ربما حرض أيضا بهذا الشكل نعم وهي تتبع المنطقة الخامسة المنطقة الخامسة منطقة صعبة أيضا كل المناطق العسكرية كلها مهمة لا يجد منطقة أهم من أخرى تابعنا القيادة العسكرية هناك وكيف يتحركون وينطلقون ما رأيك بالحماس والنشاط الذي للقيادة العسكرية في تلك المنطقة ما شاء الله الحمد لله أنا لاحظت المقاطع فيديو كثيرة وردت وصور من هناك وأخبار كثيرة ما شاء الله الجيش الوطني تحرك بقوة وببسالة الأفراد لديهم معنويات مرتفعة القيادات لديهم معنويات مرتفعة تناطح السحابة ما شاء الله همهم تحرير هذه المناطق من الميليشيات الحوثية وما بعد ذلك من أهداف القضاء على الميليشيات الحوثية القضاء على الإنقلاب عودة الدولة وما إلى ذلك كل القيادات في الجيش الوطني الحمد لله معنويات مرتفعة ولذلك نحن بانتظار الآن أن يكون معنا الرائد أبو عزام إذن أصبح معنا الرائد أبو عزام الخميسي أحد ضباط القوات الخاصة من منطقة حرض رائد أبو عزام أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا تحية لك أنت معنا عن الهواء مباشرة في برنامج رمضان اليمن وفي فقرة رمضان الحدث التي نصلت من خلالها الضوء اليوم على استمرار انتصارات الجيش الوطني في حجة وصعدة حتى نختم معك هذا الموضوع موضوع انتصارات حرض وحجة حدثنا عنها وعن أهمية المناطق التي تمت السيطرة عليها وكيف هو الوضع الآن أهلا بك يا أخي العزيز شكرا يا تواصلكم وإتمامكم بشيء المعرفة في محر الحرب الحمد لله رب العالمين في الثاني الثالث من شهر رمضان المبارك انطلقت عملية عسكرية وغاشة بكل ما تحنير ترنا لم تقصر قوات اللواء سوى شهيد واحد واثنين جرحة في هذه المعرفة المصرية وهذا يدل على شيء فإنما يدل على التخطيق العسكري الدقيق والتأهيل الجيد لقوات اللواء بكياده العميد البطل المناظر محمد الحجوري وضباطه الأفذاد هذه العملية قطعت شريان العدو القادم من السادة من الملاحب التابعة لمديرية الظاهر وقتلت رأيك ميليشيا الانقلاب ومتنثرة بحرب رميدي طبعا باعتقالي أنها أيام قرائل حتى تستكمل هذه العملية بأطباق الخنات على فرول الميليشيا منهارة في حرب وحيران نعم بعد ذلك سوف تنتكل القوات إلى مهارك تطهير أوسع وأشمل وفضاعت تطهير عوامل الانتصار أكثر وأكثر الوصول إلى عروس البحر الأحمر الجديدة بإذن الله بإذن الله إذن يعني باعتبار قطع الخط الرابط ما بين صعدة وما بين حجة من جهة الحرب إلى أي مدى أصبحت المدينة محاصرة تقريبا من جهة الشمال أو من أكثر من اتجاه أقصد مدينة حرب حرب الآن أصبحت محاصرة من الاتجاه الشمالي الغربي وفي القريب الآجل ستنتكل المعركة إلى المحسام وبكير المير بإذن الله وودوا أن أشيروا هنا أن قوات الجيش فاذة الأفراد يعانون على أحرار طبائل حجة الذين تحكموا الميليشيات بالحديد والنص طبعا الكثير منهم جاهزين تنتظر فك الخط رائد أبو عزام من تمعين؟ الصوت يصلنا متقطعا تفضل بإمكانك أن تكمل إذن يبدو أن هناك خلالا في الصوت على كل أشكرك جزيلا شكر الرائد أبو عزام الخميسي أحد الضباط للقوات الخاصة كنت معنا من حرط شكرا جزيلا لك وأدي لضيفي هنا الإعلامي والصحفي علي قلي فيما يتعلق بصعدة صعدة جبهات متعددة جبهات مفتوحة وتشهد انتصارات متسارعة وعلى أكثر من صعيد حدثنا عن طبيعة المعارك هناك والانتصارات التي تتحقق نعم بالنسبة لمحافظة الصعدة هناك عدة جبهات مشتعلة هناك الفاعلة الآن هي جبهتي كتاف وجبهة باقم لاحظنا في هذه اليومين أن جبهة كتاف تحركت بوتيرة متسارعة وصلوا إلى وادي الفرع ووصلوا أبطال الجيش الوطني إلى وادي الفرع وإلى منطقة العطفين لاحظنا في هذه اليومين الماضين أن الشيخ محمد الطحامي وهو أحد الذين هجره الحوثيون من منطقته ومن بيته عاد إلى منزله بالأمس منتصرا رافع الرأس في كطبين نعم في العطفين في العطفين نعم ولاحظنا أيضا أبطال الجيش الوطني وهم يظهرون ومعهم العلم الوطني يرفعونها على المركز الصحي في المنطقة في منطقة العطفين لله الحمد والفضل منه هذا إنجاز عظيم في هذا الشهر المبارك موقع منطقة العطفين هذه وأهميتها العطفين هي تشرف على منطقة كتاف كتاف مركز المديرية تدخل ضمن منطقة كتاف نعم تدخل ضمن كتاف وكتاف هي مركز المديرية مديرية كبيرة جدا أكبر مديريات المحافظة مساحة مركزها هو كتاف إذا وصل الجيش الوطني هناك معناها أصبح لدينا مديرية كتاف محررة لأن بقية المناطق ستتحرر ارتباعا ضمن كتاف بعد كتاف سندخل إلى مديريات أخرى توصلنا إلى صعدة من جهة باقم طبعا هناك انتصارات عظيمة تحققت في الأيام الماضية عندما وصل أبطال الجيش الوطني إلى أبواب الحديد أبواب الحديد مطلة على مركز مديرة باقم إذن أيضا نتحدث عن مركز آخر من مديريات محافظة الصعدة مديرية أخرى هي مديرة باقم في طريقها إلى التحرر والتطهير بقية المناطق سوف تتبعها ضمن إطار المديرية مديرة باقم أيضا أبطال اللواء 102 خاصة هم في شرق باقم يتحركون ويطهرون بقية المناطق والجيوب وما إلى ذلك تأمين المنطقة كاملة وقد مضوا اليوم في تحرير مناطق شاسعة في تلك المنطقة ربما 17 كيلومتر كما وصلنا من أخبار يعني كيلومترات كثيرة وسأستكمل معك هذه النقطة خصوصا والملاحظ أن الجيش الوطني في تقدم مستمر في كل الجبهات والميليشيات في قهطر سأستكمل معك هذا الموضوع لكن أيضا كالمعتاد نحن نضع تساؤلات للمتابع والمشاهد في الميدان ونأخذ أيضا إجابات منهم في هذا الاستطلاع فضل محمد قبل أن الاستطلاع هناك أيضا بعض العنوين الأخبار التي وردت فيما يخص رمضان الحدث أبرز عنوين الأخبار التي وردت المصدر أونلاين أيضا أفرد مساحة عن التغطية لانتصارات الجديدة في صعدة وحجة يقول القوات الحكومية تسيطر على الخط الاسفلتي الرابط بين محافظتي صعدة وحجة في سبتمبر نت وهو موقع متخصص لرصد تحركات وانتصارات الجيش الوطني تحدث عن أن الجيش يقطع إمداد الميليشيا من صعدة إلى حجة ويفصل المحافظتين عن بعض أما في موقع الصحوة نت فقد نقلت عن قائد القوات المشتركة قائد القوات المشتركة للتحالف العربي وهو يتحدث ويقول ساعة الحسم في اليمن اقتربت وهذا ما يشير إلى الانتصارات التي حدثت في ليس في صعدة وحجة وحسب وإنما في أماكن أخرى ومن هذا العنوان أدخل إلى ضيفي الإعلامي على كل فيما يتعلق بساعة الحسم في اليمن قد اقتربت يعني تسلسل الانتصارات واستمرار التقدم يدل على هذا أيضا لماذا أصبحت الحوثيون في مرحلة أو في وضعية لا يستطيعون الصمود كثيرا كما كانوا في السابق نعم فترة الحرب استمرت فترة جيدة أنها تضعفهم خلال الأيام الماضية والأشهر الماضية أيضا الضربات المركزة التي حدثت ومقتل رئيس حكومتهم حكومة الانقلاب أو رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى لهم ومقتل قيادات أخرى بعده أيضا هذه حزت أو أحدثت هبوطا قويا في معنوياتهم وخلخلت صفوفهم لاحظنا أن هناك تخلخوا الكبير في صفوفهم وتوالت عليهم الضربات من قوات التحالف العربي ومن قوات الجيش الوطني وبدأوا يخسرون عدة مناطق في اليمن كانوا يسيطرون عليها مثلا في الحديدة وفي حجة وفي صعدة وفي تعز كذلك الحمد لله يظهر لنا في هذه الأيام أن هناك تخبط كبير في صوف الميليشيات الحوثية وتقهقر معنوياتهم هابطة قد يستغلون فقط الإعلام وهم يستغلونه منذ البداية في رفع معنويات أتباعهم لكن الميدان يثبت العكس خصوصا أننا نتحدث عن صعدة صعدة تعني الكثير للحوثية نعم هي المنطلق نقول أنها المنطلق فإذا سقطت عليهم بالتأكيد سيخسرون في بقية الجبهات كنت شرت إلى الاستطلاع الرأي الميداني والشباب الذين يشاركون من الميدان ماذا لديك حولها؟ نحن حتى نشرك المواطنين في إدلاء بآرائهم عبر وسائط متعددة عبر الاستطلاع الميداني والاستطلاع الإلكتروني وغيرها أيضا الزميل زين العبد بن علي في مأرب وضع تساؤلا لبعض المواطنين عن دلالات الانتصارات العسكرية المتتالية في حجة وصعدة إلى الاستطلاع برأيك ما أهمية الانتصارات التي يحرزها الجيش الوطني في محافظتي صعدة وحجة في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب تكمن أهمية تحرير صعدة لأنها هي المكمن الرئيسي وهي رأس التعبان الذي إذا تم القضاء عليه فسينقضي إن شاء الله فسينتهي جميع الحوتين في المناطق الجمهورية بالكامل الانتصارات وخصوصا في صعدة وحجة مهمة لأن صعدة بالذات هي نقطة الانطلاق التي خرجت منها الأفعى ونشرت سمومها في كل بقاع الجمهورية الانتصارات التي يحرزها الجيش هي دليل واضح على اجتثاث الحوثي من المكمن الذي نبع منه لأنه كان يفكر أن هذا المنبع لم تقطع فيه ستة حروب وأنه الحصن الحصين الذي لا يمكن أن يهزم فيه والحمد لله اليوم هاهم يدكون أبواب كهوف مران وإن شاء الله عن قريب سيجتثوا الحوثي عن بكرة أبي صالة للجيش الوطني في صعدة هو بطر الحوتية أساسا لأنه معقل الحوتية في صعدة معقل التاريخ وبالنسبة عندما الجيش اليمني أو الشعب اليمني شعر بالخطر القادم من إيران أملوا على أول شيء قطع الرأس ومن صعدة حقيقة نقول الحقيقة هذه مثلا أول حاجة نبارك لأبناء الشعب اليمني بالانتصارة العظيمة والجيش الوطني يتقدم يوم بعد يوم ونشعر بتقدم وهذا يجدنا فاخر واحتزال لأبناء الشعب اليمني وإن شاء الله منتصرين وبعدهم إن شاء الله حتى النصر صعدة منطقة يعني زي ما تقول هي قطرة دائرة إنقلابية بحت ما يحتاج فإذا انتصر الجيش في صعدة انتصر في جميع بقعة الأرض إن شاء الله بإذن الله في بقعة اليمن تقدم الجيش وانتصاراته في صعدة هي هو زيادة تطويق الخناق على المليشيات الإنقلابية الحوتية والوصول أو بمثابة دمغ الإنقلاب في أعلى رأسه فهي دلالة قوية وأيضا فيها دلالة على قوة على شدة إصرار الجيش الوطني في استعادة الجمهورية أستاذ علي قلي هل ترى بأن فعلا إذا سقطت صعدة تحررت بقية محافظة اليمن إن شاء الله بإذن الله طبعا إذا تحررت محافظة صعدة نعم سيضرب الحوثيون في معقلهم أو في مكان انطلاقهم لكن تبقى الأهمية لصنعها أيضا بكونها عاصمة الجمهورية اليمنية وهي الأساس في الدولة إنما كميليشيا فعلا ضربها في محافظة صعدة سيؤثر عليها وسينهي التمرد عموما طيب دعنا نستمع إلى بعض الخلاصات التي جمعها لنا أيضا زميل محمد من هذا الحديث بالفعل هناك خلاصات كثيرة عن المعركة الأستاذ علي قلي الإعلامي من محافظة صعدة تحدث في نقاط متعددة أولا أشار إلى أن اليمنيين يتابعون المعارك في صعدة باهتمام بالغ كون ما تمثله صعدة من أهمية قصوى باعتبارها معقل الميليشيا تحدث عن الخط الذي تم السيطرة عليه وتحريره من قبل الجيش الوطني وقطع الإمدادات الحوثيين التي كانت تمد الميليشيا إلى حرب تضيق الخناق على الكهف من كافة الأطراف وهنا الكهف في دلالة إلى الميليشيا ورأسها وزعيم التمرد الحوثي على عبدالبد الملك الحوثي يقول أهمية المعركة في صعدة أن صعدة هي تمد الحوثية فكريا وعسكريا ويتحدث عن أنه سوف تنتقل عملية تطهير جبل النار ستنتقل إلى تطهير حرب وتضيق الخناق عليها وحتى الوصول إلى الحديدة هنا أشار طبعا إليها الضابط أحد ضباط القوات الخاصة أبو عزام الخميسي وتحدث الضابط على أنه وجه الضابط دعوة لأبناء حجة لانضمام إلى الجيش الوطني لاستكمال تحرير ما تبقى من معاقل أو من سيطرة للميليشيا الأخ الأستاذ علي قلي تحدث على أن انتصارات متتالية في باقم وخاصة في وادي الفرع والقطفين أن شيخ القحامي وصل إلى منزلي بعد أن هجرته الميليشيا منذ سنوات انتصارات في باقم في أبواب الحديد المطلة على مركز باقم أيضا اللواء 102 شرق باقم قطع حرر في الآون الأخيرة في هذه اليومين سبعة عشر كيلو متر وهذا إنجاز كبير في تحرير منطقة من الميليشيا الحوثية طبعا المستطلعون تحدثوا عن أهمية صعدة لأن فيها رأس الأفعى وأن تحرير صعدة هو تحرير منطلق الشر الذي عم كل اليمن أخيرا علي قلي قال تحرير صعدة لا يعفي عن أهمية صنعاء باعتبار صنع العاصمة ومركز اليمنيين ومنطلق تحرير الدولة واستعادتها إذن كان هذا ملخصا سريعا لما ذكره ضيفي هنا في السوديو الصحفي علي قلي الإعلامي وأحد أبناء محافظة صعدة والذي ناقشنا معه استمرار انتصارات الجيش الوطني في حجة وصعدة أشكرك جزيلا شكرا شكرا لكم شكرا بسعادت بك شكرا مشاهد الكرام فاصل قصير ثم نعود لنكمل فقرات رمضان اليمن والفقرة المنتظرة رمضان أناس أرحبا بكم مشاهدين الكرام تحية لكم أينما كنتم عدنا إليكم لنكمل فقرات رمضان اليمن وفقراتنا القادمة التي سنسلط الضوء من خلالها على قضايا اجتماعية هي رمضان الناس فقرات نتناول صحتك في رمضان هذا هو عنواننا والذي أناقشه مع ضيفي هنا في الستوديو الدكتور شوقي الشرجبي وكيل وزارة الصحة دكتور شوقي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك سعيدين أن نكون سويا وأن نستمع إلى نصائحك الطبية والإرشادية للصائمين في رمضان لكن في البداية محمد ما المقطع الذي لديه إذن قبل أن تشرع في حوارك مع الدكتور الشرجبي لدينا مقطع فيه نصائح سريعة عن الصحة الغذائية في رمضان تعاني من العطش بشكل كبير فترة الصيام؟ تفضل طرق سهلة بتساعدك بشكل كبير ابتعد عن الأطعمة التي تحتوي على النسبة عالية من الأملاح مثل الأجبان والمخللات والوجبات السريعة والمكسرات المملحة ابتعد قدر الإمكان عن تناول الكافين الموجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية لأنها مدرة للبول وبالتالي يفقد جسمك كمية كبيرة من السوائل واللي يقلل من عرشك أكثر شربك للسوائل على دفعات بين أذان المغرب والفجر مثل الماء والعصائر الطبيعية والحليب واللبن والشوربات ومبارك عليكم الشهر دكتور شوقي الشرجبي وكيل وزارة صحة لقطاع الطب العلاجي وجدد ترحيبي بك هذا المقطع استمعت إليه وهو مدخل لحديثنا اليوم عن صحة الإنسان واهتمام الإنسان بصحته في رمضان يعني الصوم في حد ذاته وسيلة صحية كما هو عبادة دينية أليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكر القناة على تفاعلها مع القضايا المجتمعية وخاصة في هذا الشهر الفضيل وأهني الشعب اليمني بشهر الرحمة والمغفرة والعدق من النار أسأل الله أن يمن علينا بالأمن والإيمان والسلام لبلدنا وشفاء للقرحة والرحمة للشهداء وأني عم السلام في اليمن الصحة طبعا هي عمودة وعمادة الحياة للبشرية للإنسان فبلا صحة لا يستطيع الإنسان بناء حياته بالشكل المطلوب وهذا يأثر عليه طبعا رمضان شهر مبارك والأصل أن يؤخذ رمضان للطاعة والعبادة وأيضا الأكل والشرب ولكن بما لا يضر صحة الإنسان لذلك اليوم نحن سنسلط معك الضوء على بعض العادات بعض الأشياء المهمة وفق المفردات التي ستكون لهذه الفقرة إذن هي مفردات فقرة رمضان الناس صحتك في رمضان هي مفردات متعددة لكننا اخترنا الصوم ضمن المفردات التي سنناقشها الصوم وسيلة صحية كما أنها أيضا عبادة دينية عادات صحية ينبغي الحفاظ عليها في رمضان أيضا عادات رمضانية تؤثر على صحة الإنسان ينبغي الابتعاد عنها المفردات الأخيرة المشكلات المشكلات الصحية الطارئة في رمضان وسبل الوقاية منها إذن دكتور شوقي هناك أو رمضان في حد ذاته وسيلة صحية نعم رمضان هو وسيلة صحية عبادية وسيلة صحية أيضا قسمانية وسيلة صحية روحانية من ناحية العبادة والصوم تقرّو الله سبحانه وتعالى وسيلة صحية قسمانية أنه قسم الإنسان خلال فترة الصوم يتخلص من ما ترسب خلال 11 شهر السنة في هذا العام فشهر هذا فرصة لكي تزول هذه الشوائب المتراكمة المترسبة خلال العام لكن هناك ربما عادات إما إيجابية تحتاج إلى تعزيز أو عادة سلبية تحتاج إلى معالجة هي أيضا سنصلت الضوء عليها دعنا نتابع هذا التقرير عن صحة الصائمين في رمضان يطرح سؤال مع كل رمضان هل الابتعاد عن الطعام والشراب لفترة محدودة يعزز من فرص الصحة لدى الإنسان أو أن العكس هو صحيح تتكرر هذه الأسئلة مع قدوم شهر رمضان المبارك كل عام ويخوض الناس في هذا الجدل بحثا عن أدلة حاسمة مع أن فوائد الصيام كثيرة ومتنوعة ويأتي الطب ليؤكد هذه الحقيقة أيضا الصحة النفسية والبدنية هي أهم ما ينبغي للإنسان أن يوليها كل اهتمامه سواء في رمضان أو في غيره كما أنها في هذا الشهر تحتم عليه أن ينتبه لعدد من القضايا والتي قد تحول الصيام إلى منغصات في حياته وبدلا من أن يكون شهر رمضان مناسبة للتخفيف من الأمراض والسموم في الجسم وتخفيف من الوزن والعودة به إلى المستوى الطبيعي يتحول إلى مخاطر محتملة على جسمه أيضا يذهب أحد الأطباء للقول إن كل إنسان يحتاج إلى الصوم عن الطعام والشراب بين فترة وأخرى لأن السموم الأغذية تجتمع في الجسم ويقل نشاطه فإذا صام خفى وزنه وتحللت كثيرا من السموم من جسمه ويتحدث آخر عن أهمية التخصيص للجسد وإذابة كثير من الدهون التي تتخفى تحت سطح الجلد فيما يقوم الصيام بإذابتها أثناء فترة الصوم ويشعر الشخص بنشاط وراحة بعد ذلك وبالقدر الذي يعمل الصيام على تقلص السموم وإذابة الدهون فإن الشخص مطالب أيضا أن يكون إفطاره بشكل صحي فلا يفرط في الطعام وهي العادة التي يقع فيها الكثير من المسلمين بحيث يذهب المقصد الحقيقي من الصيام من الناحية التعبدية والناحية الصحية معا كما أن تقديم الإفطار وتأخير السهور سنة نبوية تساعد الجسم على أداء الصيام بشكل سليم نعم إذن دكتور شوقي استمعنا سويا إلى هذا التقرير ولو بدأنا بالعادات الإيجابية التي يعملها بعض الصائمون وتنعكس إيجابيا على صحتهم طبعا يعني التقرير شامل وكافي يعني ما كان يحتاج إلى أي إضافات لكن على كل الصيام الله سبحانه وتعالى وضع لنا هذا الشهر لحكمة الحكمة كما أوضح من خلال التقرير إن القسم يتخلص من السموم والدهون والزوائد المترسبة خلال العام أيضا كثير من الأطباء يوصوا بالصوم بين فترة وآخرى وفي هذا أيضا ديننا الإسلامي الحنيف من السنة النبوية أن يصوم المسلم ثلاث أيام في السنة أيضا هذا تعتبر في أقصد في الشهر الأيام البيض 13 14 15 أيضا هذه تقوم بإزالة السموم والدهون والسمنة وما ترسب فيه أيضا صوم الاثنين والخميس يعني كلما تقدم العلم في كل شيء وخاصة كوننا نتحدث عن الصيام يثبت الدين الإسلامي إنه سبقه بكثير كون ديننا يوصي أيضا بالصيام أيام بين فترة وآخرى لمن أراد أن يتقرب الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت لم يأتي هذا الأمر هباء أو بدون فائدة هو فوائد كثيرة لقسم الإنسان يتحدث البعض عن عادات جيدة تفيد الصائبين من منظور آخر يمكن أن نقول أن كل السنن التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون مرافقة للصيام بلا شك ستكون مفيدة من ضمنها ما يعرف في تأخير السحور وتعجيل الفطور إلى غير ذلك من العادات الإفطار على التمر يعني أكيد كل هذه لديه وائد هو الإفطار قسم الإنسان يحتاج إلى بعض الأمور أثناء فترة الصوم على سبيل المثال السكريات تخف في قسم الإنسان ويحتاج إلى إنسان الصام بعد الأذان ووقت الإفطار مباشرة إلى مادة تساعده على استعادة الطاقة وهي سكريات أيضاً الكلا والقسم الإنسان يفقد السوائل أنت تشير هنا إلى الإفطار على التمر على التمر والماء الماء أيضاً الجسم يفقد السوائل خلال اليوم النهار الكامل فيحتاج إلى شرب السوائل ولذلك الدين الإسلامي أيضاً حبب أو أوضح أن يكون من السنة أن يفطر الإنسان على التمر أو الماء في هذا أيضاً فائدة كبيرة للإنسان وتعويض عن ما فقده طوال النهار طيب اسمح لنا محمد ماذا لديك من عنوين أخبار تناولت هذا الموضوع؟ لدينا عنوين أخبار أو إن صح التعبير إرشادات في إطار عنوين أخبار الأول الصحة تنصح المواطنين في رمضان أكثر من السوائل بين الإفطار والسحور وهنا عنوان آخر في صحيفة عربية طالبت مرضى القلب والسكر والضغط وطلبت المدارس بمراجعة المختصين صحة دبي تحذر المرضى المزمنين من عشوائية التغذية في رمضان هنا أهمية الإشارة لأهمية تقنين التغذية في رمضان نعم دكتور شوكي فيما يتعلق بالخبر الأول أكثر من السوائل بين الإفطار والسحور يعني فوائده الطبية أنا كما شرحت لك أنه قسم الإنسان يفقد سوائل أثناء فترة الصوم ولتعويض هذه السوائل يجب الإنسان أن يعوضها وقت الفطور حتى الكلات تحتاج إلى هذه السوائل من أجل عملها وتنظيف السهم من قسم الإنسان وقت الفطور لكن الإشارة هنا إلى الإكثار تقريباً ما بين هذه الفترة وهذه الفترة هو كل شيء الإكثار فيه غير مستحب الإكثار كل ما كثر الأمر لكن الإنسان يأخذ دائماً حاجته لأنه أنت عندما تعطي الناس أكثره كل واحدنا المواطنين يفهمها بطريقته لكن إذا الإنسان أخذ حاجته ما يكفيه من الماء من الأكل من الشرب هذا هي الوسيلة أعتقد الوسيلة الصحية الأمثل والأفضل فيما يتعلق بالعادات السيئة دكتور التي تصاحب عمليات الصيام وتنعكس سلباً على صحته ما أبرز ما يمكن الإشارة إلي تقصد في الأكل أم ماذا؟ في الأكل في الشرب في النوم في يعني الصيام منظومة هناك أشياء تؤثر على صحة الإنسان بسبب بعض المأكولات ولا شك لا شك أولاً الصائم يحتاج إلى أن يكون صومه في فائدة روحانية وأيضاً قسمانية فإذا كان الصوم لن يأتي بذلك يعني يأكل من المأكولات والمشروبات ما يضر قسمه فلا يستطيع القسم أن يتخلص من هذه المأكولات والمشروبات خلال فترة الصوم إذن لم يستفيد منه من ناحية الصحية لم يستفيد يعني بالأخير المواطن يجد أمامه سفرة وقت الفطور نعم ويقوم بتناولها وحتى يشعر بالشباع ولذلك هذه الإرشادات تفيد الآن يعني مثلاً كل مواطن له مقدار معين يكفيه مقدار معين يكفيه كما قال صلى الله عليه وسلم ثلثاً للماء وثلثاً للطعام وثلثاً للهواء فكل واحد أعلم بثلثة فإذا كان الإنسان أو الصائم يأخذ أكثر مما يحتاج لا شك هذا سيؤثر سلماً على صحته وكأنه لم يستفيد من خلال الصوم والتخلص من الشوارد والمتنسبة والدهون والسبوم العشاء بعد وقت الإفطار مباشرة بشكل كامل هل يؤثر هذا أم يحتاج إلى تجزئة طبعاً الأفضل أن يأخذ الأكل على أجزاء حتى هو معدى فاضية ويستحب أن يأخذ التمور والماء حتى يعوض السكريات التي فقدها وتكون طاقة وأيضاً الماء لتعوض الكلا وعملها من أجل الاستمرار أو تنشيطها من أجل استخراج السمو من الجسم لكن البسباس الحمديات أثناء الفطور هذه تؤثر؟ أنت معك معدى فاضية فالمعدى الفاضية تحتاج إلى مراحل وأيضاً أن تعطيها من الأكل أو المأكولات التي لا تهيقها طبعاً بالنسبة لمأكولات الحارة والمشروبة الغازية والأشياء التي تعمل على تهيق جدار المعدات طبعاً هذا يؤثر عليها فالأفضل للإنسان للصحة أن يأكل المأكولات التي لا تؤثر على معدته وأيضاً لا تؤثر على صحته من أحده لأن هناك أيضاً مرضى سكر هناك مرضى ضغط هناك مرضى أغلق سنفرد لهم ما تبقى من الحديث محمد ماذا قال من شاركين من الميدان؟ هو لدينا استطلاع للرأي أجراها الزميل فهمي بارمادة استطلاع ميداني سأل المواطنين كيف يمكن للصائمين الاعتناء بصحتهم في رمضان إلى الاستطلاع من أين الحصول على رمضان صحي يعيب على الصائم أن يكون مؤتدلاً في أكله وأن يخصص يوزه من وقته وخصص في المساء للرياضة وخصوصاً رياضة المشي كما أنه على أصحاب الأمراض المزمنة أن يكونوا معتدلين في أكلهم وأن يستشيروا ضوال اختصاص في تنظيم علاجاتهم بالنسبة للصحة مهمة جداً وضرورة الاهتمام بها في رمضان وغير رمضان لا تختلف كثيراً في رمضان وتكون في رمضان الأفضل من الاهتمام بها أكثر نقدم نصيحة لذوية الأمراض المزمنة بضرورة الانتظام بالعلاج وخصوصاً أمراض الضغط والسكري وكذلك أمراض القلب ضرورة الاستمرار على العلاج في وقتها بانتظام وعدم التوقف عنها كونها كون مضاعفات قد تؤدي إلى مضاعفات أكثر يهمنا طبعاً موضوع صيام الأطفال فنحن كما هو معروف أن الأطفال زي الكبار يحبوا أن يصوموا هذا الشهر فنحن لا نمنعهم من الصوم وخصوصاً للأطفال القادرين فأثنى صيامهم نحن نشجعهم على الصوم مع مراعاة أننا نهتم بتغذيتهم خلال الصيام وخصوصاً ضرورة نقضهم للسحور لأن ضرورة وجبة الصحور يأخذوها لأنهم سيكون معهم يوم طويل وخصوصاً في أيام هذا الصيف الحارة فنشجعهم على شرب السوائل الكثيرة وكذلك أثناء النهار نشجعهم على الصوم ونمنعهم كذلك من الجهد الكثير الذي قد يفقد يسمهم السوائل فيمكن أن يركنوا إلى الراحة خصوصاً أثناء النهار ويمكن أن ينشغلوا بالأشياء الفكرية كقراءة القرآن والأشياء التي تفيدهم أثناء الصيام مع التقديم من الحركة من النشاط الزايد بالنسبة لوجبات في رمضان الأصل والصح أنه يكون عندما يفطر يكون يتدري في الأكل لا يكون يأكل بكثرة من أول الفطور يعني يأكله تامر ويشرب ما وقليل وبعدين يقوم وصلي وبعدين يرجع فالتدري أفضل عشان صحة المعدة وصحة جسمه الأفضل أنه يقلل من المقليات هذه في رمضان لأنها مضرة هي حموضة ومشاكل كثيرة لعله من الخطأ الطبي المنتشر عند كثير من الصايمين وهو الإفطار بالمال بارد أو المال مثلج وخاصة بعد صيام نهار طويل ما يقارب 14 ساعة من الصوم ويعتقد الإنسان أن المال بارد هذا سيروي عطش ولكن هذا يعتبر خطأ طبي ويؤدي لعدة مشاكل صحية عند الإنسان ولعله منظم منها الطرابات الهضم والإسهال قد يؤدي للإسهال كذلك والطرابات في وظائف الكلام وهذا الشي خطأ طبي يعتبر ولكن من الأفضل الإنسان يفطر بماء فاتر أو بدرجة حرارة الغرفة حتى يروي عطش شكراً لزميل فهمي بارمادة ربما الزميل فهمي بارمادة حاول أن يختار أناس متخصصين أو لهم علاقة بمسألة الطب أو المهنة هل لديك أي تعليق حول ما ورد في الاستطلاع؟ لا حقيقة الاستطلاع رائع والآراء يعني جيدة ومفيدة وبالنسبة للماء هناك دراسات تقول بأن الماء الفاتر كما أسلف الأخ على معدى فاضية له فوائد كثيرة في التخلص من محتويات وفضلات المترسمة في قسم الإنسان الماء الفاتر المقصود به؟ المعتدل نعم أو الحار قليلاً هو فاتر يعني ليس بارد وليس حار معتدل نعم وبكمية كبيرة يصل إذا شرب الإنسان قبل الفطور بساعتين تقريباً أكثر من لتر إلى لتر ونص ماء يومياً قبل السحور تقصد أو بعد الفطور هي بصفة أما حتى في غير رمضان لأنه ذكرت مثلاً قبل الفطور يعني لا أنا أتكلم في معدى فاضية قبل الأكل قبل الأكل قبل الأكل تقريباً بساعتين فمثلاً بصلاة الفقر إذا الإنسان شرب هذا الماء يأتي وقت الفطور ومعدته نظيفة وأيضاً تفيد القسم في كثير من الأمراض وأثبت الدراسات في ذلك فيما يخص الأمراض القلب من عندهم أمراض هؤلاء المرضى عليهم أولاً الاهتمام وسكر أيضاً الاهتمام بمواعيد استخدام العلاق كيف آليات أو فترة تقسيم أو قاتل استخدام العلاق من فترة الفطور إلى فترة السحور طيب دكتور لو وقفتك عند هذه النقطة أولاً ما هي الأمراض التي مرتبطة برمضان أو تتأثر نعم مرضى السكر السكر مرضى الضغط مرضى القلب من أكثر أمراض كثيرة ولكن هذه الأمراض من أكثر الأمراض يعني تأثراً مثلاً ربما يحصل هبوط لمرضى السكر وهذا يأثر عليهم وبالتالي مرضى السكر يجب أن يكونوا فيه عناية وأيضاً مراقبة دائمة من قبل الأسرة من قبل الأهل خاصة كبار السن إذا شعر بهبوط بإمكانه أن يفطر هو ليس بالشكل أن يفطر فيه أدوية إذا استخدم الأدوية لكن إذا إضطر فالله سبحانه وتعالى يعني هذه واضحة من فتاوي واضحة في هذا القانب إذا وصل الأمر إلى الضرار فالإنسان يستطيع أن يفطر معلوم دكتور أن هؤلاء المرضى يستخدمون مثلاً ثلاث جرع في اليوم يأتي رمضان تختلف عليه لا هو بالأخير هي في أدوية إذا كانت الأدوية متواصلة يستطيع الطبيب والمريض أن يقنن الأدوية خلال شهر رمضان إلى قرعتين أو ما شبه ذلك إذا كان الأمر ضرورياً في الثلاث القرعات فالطبيب يستطيع أو المريض يستطيع مراقعة الطبيب بحيث أنه يقنن له الأوقات المحددة و لا يتجاوزها طبعاً في أدوية هي إبار حقاً هذه لا أعتقد بالنسبة للأوفتي ولكن كثير من العلماء يقولون بأنه استخدام الأدوية التي ليست عن طريق الفم ليس فيها مشكلة في الصوم ولكن هذه تحتاج إلى مراقعة أهل الشأن لكن حتى الطبيب هو يعني هو إفتاء من ناحية صحة المريض من عدمه لا نقصد آليات تقسيم أو تحديد الفترات الثلاث و كثير من الأطباء يعني نحن مثلاً إذا جاء المريض مدى لما يستخدم المريض المضادات الحاوية كل ثمان ساعات ممكن نغير الأدوية في أدوية تستخدم كل 12 ساعة فيه يكون بعد الفطور و قبل السحور يستخدم الأدوية لكن مرضى السكر مثلاً و الضغط عليهم أن تكون الأدوية في متناول أيديون في أي لحظة تحصل اضطرار إضطرار لإستخدامها طبعاً يستخدموها أشار الزملاء أو المشاركين لنا في الاستطلاع إلى مسألة صيام الأطفال و يعني له اعتبارات معينة له بعض النصائح والله يا أخي العزيز هذا الأمور الشرعية نحن لا نفتي فيها ولكن ليست من ناحية شرعية أنا وقعت نظري أن الطفل إذا ما زال عند فترة محددة يمكن أن يهيى الطفل هذا مثلاً يصوم إلى الظهر ثم يصوم إلى المساء إذا كان ما زال يعني صغير أما الأطفال الذي هم قادرين على الصوم ممكن يصوموا ولكن كما أشار الأخ يجب على رب الأسرة والأمهات أن يشرفوا ذاتياً على سحورهم و فطورهم والأكل بين السحور و الفطور لهؤلاء الأطفال ولو بوقبات خفيفة وأيضاً عدم الإجهاد وتركهم يعني لأن الأطفال عادة كثيري الحركة وهذا يؤثر عليهم على طاقتهم يفقدوا طاقة كثيرة فيأتي وقت الظهر و قد فقدوا الطاقة كلياً وهذا يضرهم لكن على رب الأسرة و والدي أن ملاحظة الأطفال في هذا الجانب و الإشراف مرة أخرى على السحور و الفطور و شرب السوائل فيما يتعلق بالأنظمة الغذائية يعني ربما نحن في اليمن لا نهتم كثيراً بهذا إما بسبب الواقع الذي نعيشه كثير من الأسر بالكاد تقد وجبة السحور و وجبة الفطور وهناك أسر مستورة الحال وهناك أسر أيضاً نستطيع أن نقول أنها مترفة في اليمن هناك يعني الحوثيين أصبحوا يبنون القصور و العمائر و الشعب جائع يعني لا ندخل في هذا الموضوع لكن في الأخير النظام الغذائي كثقافة على الأقل كيف يمكن بناءه على أي أساس يعني هو في الحقيقة القسم يحتاج إلى توازن توازن في كل شيء يعني إذا الإنسان و كما أشرت الأسرة هي من تحدد قدرتها على توفير المتطلبات فأنا ربما أخالفك في الرأي نسبة كبيرة من المواطنين الآن يعيشون يعني تحت المستوى المطلوب أو المتوقع فحقيقة يعني شعب كشعب اليمن يحتاج إلى أنه الإنسان يقفله وقفة إقلال وإحترام وإكبار لهذا الشعب الصابر ولا ولا يتذمر ولا يتململ لكن المقتدر طبعا عليه أنه وأما بنعمة ربك في حديث فهو مسؤول عن رب أسرته ومفروض عليه أن يعمل على يعني توفير التوازنات خاصة في شهر رمضان وأيضا مساعدات القيران والمحتاجين دعني أختم معك بالرياضة في رمضان الأفضل لمن يريد أن يمارس الرياضة أو لمن يمارسها ولديه عادة فيها أن تكون في نهار رمضان في ليل رمضان يؤثر هذا طبعا يا أخي العزيز الرياضة هي لا شك تفقد طاقة لكنها الرياضة في بعض الناس متعودين عن الرياضة ولا يستطيعون أن يتركوها وهذا شيء طيب حتى المشي وهذا شيء طيب وهذا شيء طيب نعم لكن أنا ألاحظ دائما الرياضات الرياضة تكون أكثرها من ملاحظتي وليست يعني هي مسألفة وطبية أو صحية هي ألاحظها في المساء الناس أكثر الناس يذهبون إلى النوادي إلى المسابع في فترة الليل أنا في فترة الصباح هذه الرياضة المنتظمة ربما الرياضة المنتظمة لكن حتى أنا يمكن الحليث عن رياضة المشي المشي وأيهما أكثر فائدة رياضة المشي هذا رياضة يعني مفيدة للغاية للقسم الإنسان لأن هي رياضة المشي اعتمد على المشي في مشي يوقف نمو الدهون وفي مشي يحرق الدهون فالمشي في طريقة معينة أو سريعة أثناء الصيام هو يفقد يفيد يعني لمن يريد أن يفقد وزن ألف طبيعي في وقت الصيام وغير الصيام المشي في طريقة الإسراع هذا يفقد الدهون ويؤدي إلى تخفيف القسم ولكن المشي الطبيعي هو يؤدي إلى إيقاف إيقاف الدهون يعني لا تزيد ممكن عند هذا الحد إذا مشى الإنسان كثير فالحركة في المشي تختلف بين إحراق وإيقاف النمو الزيادة يعني أن تتوقف القسم ودهون الإنسان عند هذا الحد يعني يمشي فترات معينة لكن السرعة في المشي والقري هذا يؤدي إلى إحراق الدهون وطبعا يكون صحيا أكثر من المشي العادي طيب دكتور زميل محمد نسمع إلى خلاصات مما جمعتها من كلام الدكتور هناك معلومات مهمة وثمينة وردت في هذه الفقرة رمضان الناس عن صحتك في رمضان دكتور شوقية شرجة بوكيل زارة الصحة للطب العلاجي تحدث عن أن الصيام وضعه الله لحكمة وخاصة فيما يخص بالصحة للتخلص من السموم وإزالة الدهون المترسبة في الجسم والتي تعتبر ضارة للجسم يقول أن جسم الإنسان عقب الصوم بحاجة إلى شيئين إلى السكريات وإلى السوائل ولحكمة أن التمر والماء هو بداية فطور الإنسان المسلم وهي تحتوي على يعني أن يحصل الجسم على هذه الكمية أنه أخذ حاجة الجسم أكد على أنه أخذ حاجة الجسم بما يكفيه من الماء والطعام ويقول الأفضل أن يأكل الطعام بشكل متجزأ بشكل دون أن يأكله مرة واحدة أيضا يحذر من المأكلات الحارة في بداية الإفطار كون المعدة فارغة وهي بحاجة إلى يعني ويحذر أيضا من المشروبات الغازية أثناء الإفطار ينصح بممارسة الرياضة المشي وأيضا الاعتدال في الطعام هناك في الاستطلاع تحدثوا عن الأمراض المزمنة وعن أهمية عرض أنفسهم الذين لديهم الضغط والسكر والقلب وغيرها من الأمراض أنهم يعرضوا حالتهم على مختصين حتى يكون هناك انتظام لتناول العلاج حتى لا يحصل هناك مضاعفات أيضا الاهتمام بالأطفال وصومهم وتشجيعهم وتشجيعهم على شرب السوائل وعدم الإجهاد في نهار رمضان وأيضا الحرص على أن يتناول الإفطار والسحور معا الإقلال أو التقليل من أكل المقليات السمبوسة كثير من المقليات فيها نسبة عالية من الزيوت الماء البارد يحذر أحد المستطلعين من شرب الماء البارد لأنه يؤدي إلى الإسهال ووظائف ويعني يؤثر على وظائف الكلا أكد الدكتور شوقي على أهمية شرب الماء الفاتر وهو الماء الذي بين الحار والبارد والمعتدل وله فوائد كثيرة أكد على أن أصحاب أمراض السكر والضغط عليهم الاعتناء بصحتهم ومراقبة يعني خاصة في الضغط والسكري لحتى لا يحصل هبوط أو ارتفاع وغير من كانت هذه ملخطات سريعة لما ذكره ضيفنا وكذلك المشاركين معنا في حلقة اليوم الدكتور شوقي الشرجبي وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي سعدنا بك اليوم وبنصائحك الطيبة شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا للمستمعين مشاهدين كرام شكرا جزيلا شكرا للمستمعين الذين تابعونا حلقة اليوم تحية لكم اينا وكنتم ونلقاكم في حلقات قادمة من برنامج رمضان اليمن شكرا للمشاهدة